كيف تعاملت الكويت والدولة مع العائدين؟ أي سمات التجربة الكويتية لتأهيل العائدين من مناطق النزاع والصراع ودمجهم في المجتمع واحد أولاً الاهتمام وقيمة الاهتمام لما تقرأ في كتب التربية وعلم النفس تحسها حتى في علاقاتك قبل أن تقرأ مع الناس، الطفل، الزوجة، الأم أنت عندما لا يهتم فيك ولا تعطى اللي هو مسألة تحقيق الذات من خلال تقدير الآخرين حتى اللي يدرس مثلث ماسلو في علم التربية الحاجات النفسية وتقسيمها ودرجاتها طيب، الاهتمام شون صار في الكويت؟ أول اهتمام كانت من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح له وطبعاً سلسلة كبيرة من هذه الاهتمامات توجت وبرزت عندما التقى بالرئيس عندما التقى الشيخ صباح أمير البلاد بالرئيس الأمريكي أوباما فماذا كان أول طلب؟ كان في طلبين الطلب الأول إطلاق صراحة الأسرة الكويتين من جوانتنامو الطلب الثاني تسوية الأوضاع العالقة مع دولة العراق طلب الأول كان الأسرة لأنه كان في تصور صحيح عن أسرانه وكان في اهتمام من قبل الدولة وأنفقت الدولة أنا عندي رقم هنا بس أخشى أن لا يكون دقيق أنفقت ملايين على هذا الموضوع والملايين طبعاً على المحامات على الرجال العمل على المكاتب على الأمور كثيرة إجراءات تجري وعلى الوفود التي ذهبت ثلاثة ما هي الوفود؟ وفد الأمني يصحبه وفد شرعي كان فيهم أو رئيسهم الدكتور زميلنا في القسم سابقاً في كلية الشريعة الآن الدكتور خالد شجاع وفد نفسي يرأسهم أو يمثلهم الدكتور عادل الزايد رئيس الطب النفسي في الكويت تحتاج أنت الاستشارات أيضاً هذا إنسان أي إنسان يا جماعة في نقطة أي إنسان يدخل السجن يمكن لو تحجز لك ساعتين بظلم وأمور غير طبيعية في مغفر تطلع تحتاج يعني مراعاة نفسية ما أقول التأهيل لمصطلح أعمق أنت بشر يا جماعة هذا الاحتمام ثالثاً في الاحتمام اللي هو احتمام المجتمع المدني المجتمع ما كان ينظر لهؤلاء الذين وقع عليهم الظلم أو الذين صنفوا إرهاب بمعيار واحد شلون؟ لأن، راح أجيها النقطة فالمجتمع المدني كيف تعامل؟ تجد محامون، حقوقيون، إعلاميون، برلمانيون، كتاب، صحفيون، شعراء اجتمعوا بكل أدب وصراحة أيضاً بمنصات وتجمعات ورايات ولافتات وعملوا مهرجاناً أمام السفارة الأمريكية من أجل إطلاق الذين صنفوا إرهاباً والذين كانوا في مناطق النزاع، نعم، لكن كان في صورة صحيحة عنهم من أجل مجيهم هنا ومحاكمتهم هنا أنا شاركت في ذلك المهرجان أيضاً وألقيت كلمة على المنصة إذن هذا الإنسان عندما تأتيه الأخبار وهو في زنزانته ويعامل معاملة غير إنسانية بأن مجتمعه المدني والرسمي ابتداء بسمه الأمير يتعامل معه كذا ألا تكون عنده قابلية عليا للاندماج في المجتمع ومراجعة مواقفه من المجتمع ومن الدولة ومن الفكر الذي ينتمي إليه ومن طبيعة العلاقة حتى مع الفكر الذي ينتمي إليه أو مع العمل الذي ينبغي أن يقوم به هذه وحدة ثانياً هذا الاهتمام ثانياً لاحترام ويجي سؤال لحظة يا محمد وانت وان رايح احترام الرهابيين؟ كلمتك عن تأهيل الرهابيين وتتكلم احترام؟ انت مأيد؟ انت متعاطف من الداخل ومستحي تقول؟ انت قاعد تلعب معنا لعبة نفسية ولا ايه؟ ممكن من حق أقول الكلام أنا قلت حتى في المؤتمر أولاً قلت لكم احنا عندما نقول أن إرهابي هذه تهمة وتوصيف لكن هل هذا المسمى كل من اندرج تحته؟ دع الفكرة النظرية لا أبي دع التصور أبي المصدق التطبيق الأفراد في خانة واحدة هل يرجع الموضوع إلى انتماءاتهم ونوع الانتماء للكتلة الذي ذهب لكي يقاتل معها اثنين يرجع إلى العمر هذا الشاب الذي ذهب يقاتل هناك يرجع إلى المدة الزمنية اللي ما كان فيها يا جماعة في ناس ما لها علاقة بالدين راحة حمية تصنفة ترهابوا شغل اثنين يجب أن نعرف ونحدد الفكر المكانة حتى في التجمع اللي هو ينتمي إليه الأثر السبب بالدافع ما قلنا أنه ظاهرة الاجتماعية الإنسانية معقدة مركبة لها على الكثيرة لا يصدر عليها حكم واحد فيها تحيوزات فيها التشخيص فيها الاحترام لا يكون لفكر الإرهابي الاحترام يكون للذات الإنسانية بمعنى أنه يطبق عليه العدالة بس انتهى يعامل معاملة عادلة أي أن كان الإنسان وقد تكون العدالة أن يقتص من الإنسان هذا القاتل هذه العدالة اثنين باء الحفاوة من الاحترام الحفاوة الحفاوة بمن الحفاوة لأنه في الكويت صارت احتفالية رسمية وزعت فيها شهادات التقدير مش على اللي يتهم بالإرهاب أو الإرهابي لا على الذين شاركوا اجتماعيا وإنسانيا وقانونيا وبإنقاذ هؤلاء الذين صنفوا في هذا المربع المشؤوم لما نشوف هذا الإرهابي أو المتهم يجمع شوف البلد شو نتعامل معاك قاعد يكرم اللي توسطولك وشفعولك وبذلوا للغالي والرخيص وكنت أنت ساكن في وجدانهم وفي مخيلتهم على مدار الساعة لا شيء موسهل بقى كان من شرط شوف الاحترام كان من شرط الأمريكان إطلاق القوانتنامو أنا قاعد أفكر نموذج إطلاق أسرانة في قوانتنامو أن يجلسون ست شهور محتجزين تحت رعاية لكي يؤهلوا قانونيا وأمنيا ونفسيا وفكريا للإندماج الاجتماعي فماذا صنعت البلد؟ أنا ما يقولولي أنا قاعد معاهم طبعا نزور الشباب ذي اللي يطلعوا يقول يا جماعة ما سوت فينا البلد؟ والله يقول لي واحد الحارج والله سميتك يقول لي محمد يهنا حسين أنا حجزونا ست شهر لكن في سويت أشبه ما يكون سويت أو صالة فيها أربع غرف غرفة النوم والراحة غرفة الرياضة غرفة المكتبة غرفة استقبال الضيوف يه اشتبي بعد أكثر من شيء يا جماعة ترى هذا شيء نادر يا جماعة لما نتكلم احنا معروفين ما نمدح والمدح العجيب اللي نتحرج منه بس احنا شاطرين ننذم والمدح اللي نتحرج منه ما نقول ليش امدح شيء زين عزز الخير كافي ذكر سلبيات 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 هلكنا عززوا الظواهر الإيجابية والمواقف المحمودة